الحال من سيّن إلى أسوأ هنا في حوطة الحج فالمدارس والطرقات حتى الآن لم تلن نصيبها لأفر من الترميم حيث أصاب مدارسها الدمار وطرقتها أصبعت كرغط الشترنج بسبب حفر الألغام المتشرة في كل مكان فبرغم من الإنفلات الأمني وعدم حضور الأمان إلى أن ذلك لم يمنع مجموعة من الشباب تحت مضلة مبادرة أمل من أجل كيال حج القيام بمهام ترميم المدارس في مدرية الحوطة محاولين تمس أثار دمار الحرب التي خلفتها الماليشية هنا بمجودهم الذاتي طبعا هناك بعض الأعمال التي غمنا بها في الحرب وبعد الحرب كانت تتمثل في إقاثة نازحين محافظة لاحق في محافظة عدن وذلك بدعم مفاعلين خير وكانت تتمثل في توزيع مواد غذائية طلاء أرصفة الشوارع ورفع الكثبان الرملية التي زحفت على الطريقة مسببة إعاقة وقطع خط الصير إلى جانب ردم حفر الألغام التي خلفتها الماليشية عندما كانت تحاصل المدينة إلا أن ذلك غير كافي فالمدينة تحتاج إلى أكثر من دعم وجهود الشباب ليبقى لهم نشادة من لديهم زرع البسمة لعاصمة الحج مختار شاتل لقناة بلغيس محافظة الحج ترجمة نانسي قنقر